مع زميل جديد وهنتكلم عن وضوع يخص كل المهندسين بعمل العز وجل ونتمنى لحضراتكم طبعا كل الاستفادة النهاردة ان شاء الله معنا المهندس عمر سليم هيكلمنا عن وضوع البي اي ام ايه هو البي اي ام وايه هي التقنية الجديدة وايه الميزة اللي موجودة في البرنامج ده دونا عن البرامج الاخرى ازاي الشركات قادرت انها تستفيد منه من الدول المستفيدة او ملتزمة بتطبيق هذا البرنامج ايه يفرج ايه البرنامج ده عن البرامج الاخرى كل ده هنعرفهم مع بعض ان شاء الله اسمحوا لي في البداية اه نياد مونت صمر اه ونعرف حضرته للزملاء والزمليات ماذا ارشوص عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا جزيلا بحضرتك استاذنا الفاضل اه انا اسمي عمر سليم انا من محبي البيم اه لايتها تكنولوجيا قوي جدا ولايتها حاجة اه يعني يعني فعلا حاجة منطقية وحاجة شغل اه اه منطقي وشغل فعلا يعني اسلوب حديث للادارة وهنتكلم عنه ان شاء الله بتفصيل اه يعني بس ما فيش حاجة قادرة على نفسي يعني الفاكرة كلها اه اه انا سعيد بتواجده مع حضرتك وتواجدي مع الشباب وان شاء الله انت بحاجة مفيدة اه 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 حضرتك بس على صفحة دلوقتي مظبوط تمام تمام ماشي اه طيب هي اه اه يعني انا مصري ومقيم حاليا في قطر واشغال في مشاريع تابع كاس العالم وتقريبا مشاريع بتاعة كاس العالم كلها ومشترطين ان هما يشتغلوا فيها بالبيم فهي فرصة كويسة ان الواحد ياخد منها خبرة اه من الوقت اللي انا اببهواها الاي راية قادر الامكان من الحاجات اللي الواحد لازم احرس عليها ان هو اه طول وقت ان هو يكرا حاجات جديدة ويطور نصف حاجات جديدة ان شاء الله اه بس ده الملخص وبس Pearce انا وسهلا بك يا فرص عمر ونتمند ان شاء الله يكون لقاء شايق اول نقطة نحب من التكلم عليها يعني اييه PIB هل هو برنامج هل هو مواصفة ومين الشركة المنوطة ومين الشركة اللي انتجت اذا الشيء تمام البي اي ام بيلدنج انفورميشن منشي منت انا ما بعرفش اتكلم عن نفسي بس ممكن يعني اقدر ان شاء الله اتكلم عنها تكنولوجيا زي تكنولوجيا البيم او بعض الموضع يعني العلمي طيب البيم هي بيلدنج انفورميشن منشي منت وكان زمان بيلدنج انفورميشن موديلينج ان انا بعمل موديل بس اصبحت اقرب لبيلدنج انفورميشن منشي منت ان انا اقدر ادير معلومات البناء خلال الخمسين سنة لفاته التكنولوجيا بتاعة صناعة البناء لم تتغير مفيش اي حاجة اتغيرت فيها عكس الصناعات اللي حوالينا كل الصناعات تقريبا حصل فيها تفرات كبيرة جدا زي العربيات زي الموبايلات زي التلاجاء كل حاجة حصل فيها تطور مع هذا قناة القطاع بتاع الانشاءات مفيش اي تطور فيه طيب التطور الرهيب اللي حصل هو انه عمله موضوع البيم البيم ده عبر عن ايه ان انا كل المعلومات اللي موجودة في المشروع بقدر احطها على الكمبيوتر فلو انا احتاجت ان انا اعمل حصل خلص انا عندي كل المعلومات اللي موجودة في المشروع لو انا محتاج ان انا اعمل مثلا Natasha S 해�icson اقدر ان اعرف مكان الكلاش لو انا عرفت مكان الكلاش دي بيبساء لان میںografان احلو لو انا اريد اعرف تكلفة المشروع اريد اعرف اي معلومات عن seemed to say shit sociale.. او وca melhor او tecla navigate كانت موجودة من زمان سنة 1962 العلماء قالوا ليه ما نحطش المعلومات بتاعة المبنى جوه الكمبيوتر بس هي اتأخرت شوية لميكن 1982 ده ما بدأوا البرنامج الاركي كاد البدايات بتاعته طبع شركة جرافي سوفت يقولوا طب وليه ما نبدأش بقى على الفكرة دي كانت الفكرة مشكلتها انها فيش اجهزة قوية تقدر انها تستحمل كمية الدايتا الكبيرة جدا دي الكمبيوتر ده ما كانت بالقوة اللي موجودة دلوقتي فيه تطور كتير جدا في مجال الكمبيوتر والهاردووير فلما بدأوا يشتغلوا في الحاجات ديت لو فعلا توفير جامد جدا في الوقت وكأن انا مسلا عملت مشروع وعند كل المعلومات اللي موجودة مفيش شركة بتحتكر الموضوع فيه شركات كتيرة جدا عملة برامج كتيرة جدا يمكن هنا في الشرق الاوسط او في الوطن العربي يعني شركة الدوليسك معروفة انما وفي شركات تانية الكتيرة جدا بتنافس في اماكن تانية في أوروبا فيه اماكن دول كتيرة جدا بتشغل ببرامج مختلفة تماما في ألمانيا بيشغل ببرامج تانية مختلفة فمن اشهر البرامج هتلايك فكل كتاع في برنامج مشهور في الاختاكترا مثلا بنلاقي برنامج الريفيت الاركي كا د بنلاقي اون بلان بنلاقي prostsie لا بڤا ق branch في الامي بي في ماجي كاد فهي الفكرة بالانا بيش في البرنامج ولا يجب علي الليمة الفكر نفسه الفكرة نفسه ده بيفير كثير جدا فلذلك لو كلمنا على موضوع الإدارة فمن لاقي كل أساليب الإدارة بتقولك استخدم البيم يعني حتى في البيم بي بدأوا في الزهر السادس يقولك في البروكيورمينت لازم تستخدم البيم عشان تتحكم في سابلايتشين الحاجات اللي هتيجي والموعد بتاعتها ونتفق عليها إمتى والحاجات دي كلها تتم من خلال تكنولوجيا البيم التكنولوجيا البيم ده عاملة كأننا عملت مبنى ومبنى تاني فاعمل كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها من حيث عدد المواد الخيام من حيث الوقت من حيث المشاكل اللي هتحصل فبتجنبها في المشروع التاني بس بدل معا هو مشروع اولاني وكلف كتير قوي انا بعمله عالكمبيوتر وابدئ احل كل المشاكل اللي موجودة الاسلوب اللي قبل كده اللي هو اسلوب الكاد اللي هو كمبيوتر aidesign او i-draftsman كان بيعتمد ان انا برسم بس يعني النفس الحاجات اللي انا قلت بعملها على الورقة بعملها على الكمبيوتر بس الكمبيوتر لا يبقى فاهم الفرق بين الخطين هل هم محيطة ولا تأتيف ولا كيبورت راي ولا بيم كاميرا لا بيبقى الموضوع كله اقتايا بالنسبة له انما في البيم لا بيبقى كله مرتبط مثل البيم ان هو المبنى كله بيبقى موجود في ملف واحد فلما بتعمل تعديل بيتغير في كله فهي تكون رهبة جدا ان كل الناس اللي شغلت بيها بيتنباهر بيها وبيحس انه ما بداعش وقت ان ممكن اعود الشغل في الكاد وانا في مشاكل كتير انا بيش اخب بالي منها انما في البيم وانا مش بنعمل دعائل برنامج معين لا بتلاقي كل المشاكل اتحلت على الكمبيوتر وغزء كبير جدا من نجاح البيم بيعتمد على الانسان اللي شغال به ان هو ممكن واحد مثلا يكون بيشتغل بنفس فكر الكاد ومسلا كل ما يلاقي مشكلة يروح عاملها مثلا مدل سري دي وخلاص مبعملش مثلا الول انها وال والكولوم انها انها كولوم فمنستفدش منها فلما اجري حمل حصر ما بيجيش معي الرقم مزبوط. لما اجعمل كلافي لك اكتشاف الشغل بيشتغل موجودة فيه يعني شوفت الناس مثلا بدلا مايعمل الميكانيكالي كيوب منت هو بيعمل بس حاجة كده شكل 3D وخلاص تمام بشحطة المكان التواصلات بشحطة المعلومات اللي انا ممكن احتاجها يعني المفروض لو انا شغال بيم مزبوط اعمل سيليكت عليه عنصر يجيب لكل المعلومات اللي انا احتاجها لاتخاذ القرار تمام فهي دي فكرة البيم وهي تكنولوجيا اصبحت اجباري في دول كترة جدا من العالم وفي مصر الحمد لله في كوت صدر من المركز القامل اللي بقصة البناء بس انت يمكن ذكرت ان هي بدأ من 1962 يعني تقريبا انت بتتكلم في حوالي 60 سنة مزبوط مزبوط الفكرة نفسها احنا على مقدار السنوات اللي فاتت دي مثلا انا في المملكة 2008-2010 فترة طويلة اعتقد ان ما كانتش لسه بتستخدم مثل هذه التطبيقات يعني مزبوط لان هي الفكرة نفسها بدأت تبقى يعني تتنفذ وتبقى عملية من مثلا اه اربعة وثمانين بدأ البرنامج بدأ يشوف النور اللي هو الاركي كاد ده كان اول برنامج هو من البرامج المميزة بس مش منتشف في الوطن العربي تقريبا هي في شركة في الامارات ولها فرع في مصر وسوريا في الجامعة بيدرسوه بس دي يعني مش منتشف في الوطن العربي بالشكل المنافس السوق خلاص بدأ يقولك احنا عايزين نريفت وهكذا لان شركة اوتو ديسك عملة دعاية قويسة ليه. طيب هل استخدام برنامج زي برنامج البي اي ام يغني عن بعض البرامج الاخرى زي الريبت زي الاوتو كاد تو دي او سري دي او بعض البرامج التانية طيب او ما فيش برنامج اسمه بيم تمام يعني مثلا لو احنا قلنا في ادارة المشاريع ان ما فيش برنامج اسم ادارة مشاريع بس في منهج او في فكر او في فلسفة موجودة وفي برامج بتعمله ازاي مثلا ممكن برنامج البرامج غيرة ممكن برنامج اميستيب روجيكت الحالة اللي بتعمل الجدول الزمني في برامج كتيرة في ادارة المشاريع وكذلك البيم مفيش برنامج اسم بيم بس في برامج بتاخد الفكرة نفسها يعني انا ممكن مثلا اشتغل على برنامج الريفت بشكل خاطئ فانا مش مطلع بيم ليه لان انا لما بعمل سيكشن ما بيظهرش معي حاجة ممكن يكون الراجل رسم حاجة دي رسم خطوط يعني فتح الريفت وبيرسم لانس فلما اخد سيكشن ما بيظهرش حاجة لما قوله عمل لي كلاشات بيطلع لي زيرو لما قوله مثلا ان وجد لي الحصر بيطلع لي زيرو فالموضوع بش مظبوط بينما ممكن استخدم بس المسال تبع ليه ادنس ممكن استخدم مثلا انا دلوقتي لو انا استخدمت الوتوكايت ومستطب عليه ادنس الخاصة بيه المعماري في اوتوكايت ارتكتشور و اوتوكايت استرقشور و اوتوكايت امي بي دي اوتو ديش كات عاملها زمان قبل ما تشير الريفت وكات بتقول ان هي حاجة كويسة لما اشتريت الريفت هتلك الريفت هو الكويس ومشتروه تقريبا فاول ما اشتروه وعمل له دعاية كويسة وفعلا البرنامج تتطور بشكل حلو وصبح منتشر فممكن نسكتش اوب مثلا ده من البرامج اللي يعملوش علاقة بالبيم بس في ناس عامل له ادنس بيستطب عليه بيبدأ لما يجي يرسم يقول لي ان ده هول ان ده مثلا شباك فاصبح بعد كده اقدر اطلع منه حصر اقدر اصداره الاف سي وباحد برامج الاف سي اقدر اعرف عدد العنصر الموجود اقدر اعمل الكريشات فالفكرة مش في البرنامج قد ما في الفكرة نفسها ان انا الاي برنامج استخدمه لما اقول له حصر يقول لي الرقم قدي بالزبط عشان يساعدني في اتخاذ القرار ممكن يكون عندي مثلا فكرتين اقبني المبنى ده بالفكرة اي الف ولا بالفكرة به فممكن نعمل لمنزجين واقرب بينهم واشوف انا الاخضب او ممكن ان اكون لسه ياخد المشروع فعايز اعرف تكلفة المشروع ده كامل فلو انا عامل موديل اي كلام هيديب لي ارقام مش مزبوطة فهي الفكرة كلها ممكن ما تستخدمه اي برنامج ولو اي واحد اتعلم برنامج ببرامج البيم بيبسهل عليه ان هو اتعلم برنامج تاني لان تقريبا هي نفس الفكرة يعني نفس الافكار اللي موجودة في ارتيكاد هي قريبة من الريفت هي قريبة من اليكوسيم هي قريبة من تيكلا وهكذا بل فكرة نفسها مشتركة طيب يعني ابي اي ام يعتبر ما هي الا التقنية او وسيلة تقدر ان انت من خلال التقنية دي تستخدم برامج اخرى لاخراج الاوتبوت اللي انت محتاجه الله ينور عليك صح كده المشهوم اللي انا قلته اه صح طبعا استاذ طيب لو انا استخدمت اي برنامج من برامج البيم هل يغنيني عن كل البرامج؟ لا كل برنامج بيبقى لي ميزة بس لو انا قلنا في برامج بيبقى مسؤولة عن الكرياشن ان انا بنشئ الموديل في برامج تانية ما بتعملش كرياشن ما بتعملش موديل خالص بس بتضيف بعض الرابع و الخامس بس الاستدامة من ضيف الفصائلة المانشمت يعني كل برنامج بيعمل حاجة يعني لو انا مثلا مسكنا برامج الي هي الكرياشن اللي هي بنشئ الموديل زي الريفت زي الاركيكاد زي الايكو سيم زي الحاجات اليها اللي بتعمل موديل نجد انها ممكن تغنيني تماما عن AutoCAD بشيء محتاج ان انا استخدم AutoCAD بشيء محتاج ان انا استخدم 3D Max بشيء محتاج ان انا استخدم SketchUp كل الحاجات البرامج التلاته دول بعملوها موجودة في البرامج بتاعة الهاتف بعد انا اعمل الموديل بلاقي في برامج متخصصة في انها مثلا بتديه في البعد الرابع للمبنى وده مهمة جدا في الاضارة ان انا اشوف المبنى واحدة واحدة في البلانينج ممكن قسم البلانينج عامل جدول زمني جدا جميل ومصبوط بس بقية الاقسام مش قادرة تفهمه تمام يعني ممكن هو يكون مثلا ايه معمول شكله مش مفهوم للناس يعني انا كاتبين مثلا جران تشارت كاتب اسم الحاجة التصف وحاطت مثلا انا من امتى لامتى فبقيت الناس مشتعودين عليها مش قادرين يفهمها انما لما يشوفها 4D ويبدأ يشوف الارض فاضية وبعد كده بيحصل حفر وبعد كده بتظهر الاعمدة وتظهر كده يقدر يفهم الشغلة هيثمي ازاي ويبدأ يناقش ويبدأ يقول لي لا ده دي قبل دي ودي بعد دي ونبدأ نرتب سر العمليات بحيث ما حصلش مشاكل تمام في بعد كده برامج تبقى خاصة لل5D انها تعمل حصل بشكل قوي جدا فيه برامج خاصة بالاستدامة فيه برامج خاصة بالفاصيلة منجمينت فيه نقطة مهمة جدا ان لو فيه برنامج متخصص في الفاصيلة منجمينت ممكن اصدر له الشغل بتاعي يعني مش لازم يكون كل حاجة برنامج مقفول على البيم لا البيم دلوقتي اصبح بالريسك منجمينت والريسك منجمينت فيه حاجات خاصة بالريسك منجمينت يعني فيه برنامج مثلا نقطة ممكن فيه برنامج ال bear man speak لحيث انا بعرف ان الي بالريسك كبير والذي ب hackers في البرامافيرا فيبدأ يعمل لي إدارة لموضوع الريسك تهام يعني كل البرامج اللي موجودة في السوق الخاصة في بتاعة الكونستراكشن أصبحت بتاخد الشغل من البيم وتصدر للبيم يعني حتى برامج الستدانة. عام الكلام كده عشان صامر ان التقنية البيئة اي ام بيحتاجها وبيستخدمها كل المهندسين في كل التخصصات مظبوط مظبوط يعني حتى يعني مهندس المعماري بيستخدمها الانشايا بيستخدمها الكاهروميكانجر بيستخدمها السيفتي بيستخدمها يعني انا كنت شغال مثلا في الشركة كنت قسم البيلانينج وكان معانا مهندس مسؤول سيفتي فكان بنقعد مع بعض ممكن نتخيل مثلا اهول ما بنهوت وبنعمل موديل ليه ونفترض شخص افتراضي ويمشي ولو حصل ان هو ببرامج معينة يعني لو هو وقع يبقى كده محتاج ان انا اعمل صور انا عايز اقلل الحوادث اللي موجودة في الموقع فبنبدأ ندرس واحدة واحدة كل مشكلة موجودة في الموقع ممكن تحصل ونحاول نوجد له حلول مثلا انا ممكن اعمل صورة على المكان دوت عشان ما حتشوع فيه بشوف مثلا المكان او اللي موجودة في المكان بشوف الكرين هيتحط فين وهكذا ببدأ ازبط الشغل كله لحيس يبقى افضل صورة ممكنة طيب انا كمهندس مسلا في تخصص الكهرباء او زميد تاني تخصص ميكانيكا او اي ان كانت تخصص محتاج ايه عشان يقدر يبدأ ويكون محترف في تقنية البيو اي امي طيب عشان يبقى مروفشنال وما فيش منه اتنين محتاج حاجتين اول حاجة يفهم فكرة البم فكرة البم لان هو بش مجرد برنامج وخلاص ممكن هو بيستخدم البرنامج وطل وقت بشو خباله ان فيه ارتفاع الزد النسيب فبيرسم كل حاجة على الارض يعني يبقى بيرسم الكيبر تريي وبيرسم الدكتوات والبايب كل على الارض لانه هو كده كده لما هيعمل لك سوبورت للاوتوكاد هتطلع مظبوطة يعني في حاجات كتير غلط بس لما بتطلع في الاوتوكاد ما بيخدش بنا منها وتطلع مظبوطة تمام لازم يبقى فاهم فكرة البم وفاهم اهميته وفاهم انه هو ممكن بيدخل المعلومات في الاول بس بيوفر كتير اوي لما اكشف مشكلة في اول مشروع وعدل بتبقى احسن بكتير ما اكتشفت اخر مشروع بعد ما اشتغلت الاداية وبعد ما اشتغلت الماتيريال واضطر ان انا اغيرها فاهم احتاج انه هو افهم فكرة التورز وفكرة البم وفكرة ايه اللي ممكن يستفاد منه وان البم ده باش مجرد ان انا اطلع نفس اللي بيطلع اوتوكاد لا ممكن اطلع حاجات اكتر بكتير يعني مثلا ممكن اطلع مثلا الحمامات مثلا الباسروم تطلع بشكل 3D بشكل حلو قوي تفهموا المواصير المياه البرده والسخنه والدريليج بشكل بشكل منسميه اللاست بلانر او العامل البسيط او ابسط عامل او كده يبقى فاهم هتستعمل ازاي يعني مش مجرد بس المهندسين بس لا كل العمال تبقى فاهمة هي بتعمل ايه في الجزء بتاعبوش مجرد خد order وبينفزه لا ببقى فاهم هو عامل ايه ببرده ممكن يعمل الموديل وبدأ استضاره كل برامج الحسابات اللي هو عايزها اي ان كان البرنامج بتلاقي البرامج الحديثة البرامج كلها بدأت في ال update بتاعتها ترتابط بالبيم بحيث انها تعمل منه onboard و اكسبور الحاجة التانية انه هو بقي يختار برنامج معين ويبدأ اشار عليه يعني فيه جزء نظري انه هو يفهم ان البيم ده تكون رجحة كويسة جدا وهتفيده وهتعلي سعره في السوق يعني مفروض المهندس اللي فاهم بيم بيبقى مثلا مرة ونص اللي هو المهندس اللي شغال كاد بس دي دي من اغلب الحصائيات لانه هو بيقدر الشغل الاتنين وبيقدر يطلع شغل كويس الحاجة التانية انه هو يبدأ ايبقى يختار برنامج كوي ويبدأ الشغل به ويبدأ يشوف البرنامج كوي احدده من خلال linkedin او من خلال الاعلانات اللي موجودة بتطلب وظايفة يعني انا ببدأ افتح اللي اشوف الاعلانات ابدأ شوف ايه البرنامج اللي متكرر في الكسم بتاعي والناس كلها بتطلبه تمام ايا كان البرنامج مدام مش موجود مرة واحدة لا موجود كتير وعليه طلب كتير خلاص بابدأ اتم بيه ما بابدأ اتمش بالبرنامج اللي هو اعلان وخلاص لان اعنا ما اتعلمه هيكون الاعلان ده بادم وناس الشغلاته فانا لقيت مثلا ان اغلب الناس بتستخدم برنامج مثلا الريفت او الاركايد او تيكلي او كذا فابدأ اشوف tutorial انا عن نفسي بعمل لي عشان اتعلم حاجة جديدة بدخل على اليوتيوب وابدأ اشوف البلاي لست يعني بعد من search واختار بلاي لست ما مختارش فيديوهات متفرك عشان ما ترشي فابدأ اختار بلاي لست وابدأ اتعلمها من اولها الاخرها يعني من اول فيديو بيبان ان الراجل برشح كويس او خلاص باخد البلاي لست ده من اول الاخرها وابدأ اطبق بشكل قوي يعني مش مهم ان انا اتفرج على الفيديو وقدمها المهم ان انا اشتغل بايدايا انا فيه برامج مثلا اتعلمتها ولو سألتني فيها دلوقتي ما عرفش هو الكلمة خالص زي مثلا سيدي دي ماكس خدت فيه كذا كورس بس لان انا في شغلي ما بحتاجهوش خالص الريفت بيغنى عنه فما ببصش فيه فنسيته ما هي دي باختصار يعني لو حد اخذ كورس ريفت وقعد سنة سنتين ما يشغلهوش هينساه لا محتاجة ممارسة محتاج ان انا اشوف الفيديو فرقت عليه فهمته ابدأ اطبق واشوف بقى هل فعلا قدرت اعمل حاجة ديت ولا ما قدرتش اعملها ويكون مثلا بعد الفترة بقى قدرت ما طبقتي الفيديوهات طب انا اخد مشروع عندي وابدأ اطبقهم مثلا مشروع موجود عندي كياد موجود عندي شغل في الشغل حقيقي او مشروع خلصان قديم عندي وابدأ اقول ان انا عايز اعمله باسلوب البيم وابدأ اشغل فيه واحدة واحدة لحد ما يطلع الموضل بتاعتي لو عملت مشروعين ثلاثة خلاص يبقى انت كده اي مشروع في الدنيا هتقدر تعملو ان شاء الله هل معنى كده ان تقنية البي اي ام مطلوبة اكتر او بحتاجها اكتر في فترة الدزاين لو عندي مشكلة او بعمل اناليسيس لمبنى عمارة نهارت مشكلة حصلت مثلا في نظام مرقبة هل تقنية تقنية البي اي ام ممكن تساعدني في حاجة زي كده؟ اه بس ده الفاضل السؤال جميل جدا طيب دلوقتي عندنا البيم بيبدأ من قبل ما اخد المشروع يعني في مرحلة البيديزاين قبل ما بيبدأ اصمم بيبقى معي في مرحلة الديزاين بيبقى معي في مرحلة الكمستروجن بيبقى معي في مرحلة الديمولش أو الهادم كل المراحل دي البيم بيشتغل معي فيها تمام قبل ما اصمم اه بيبقى محتاج بعض ال اعرف تكلفة المشروع بدي ايه بيحتاج ان انا احط فكرة تصورية في ناس بتبدأ تعملها على الارتوكاد او الاسكيتش ابل اللي انا متعوض عليه وبعد كده تحولها الريفت بس هو البيم او الريفت او الارتوكاد مديني الادوات دي وزيادة يعني مش محتاج ان انا اشوف اداة معينة طيب دي دي بالنسبة لمرحلة البيديزاين مرحلة الديزاين اه بيبقى جدا مرحلة الكونستروجن بيفيدني البيم طب لو انا عندي بيم موجود في مرحلة الديزاين خلاص هكمل عليه طب لو انا مش عندي يعني انا مثلا في مشروع مر القطر ما كانش الديزاين عامل بيم فاحنا عملنا في المرحلة الكونستروجن والحمد للسفادة منه كتير جدا يعني حلنا كلشات كتيرة وفارنا فلوس على الشركة بقى فيه تصور شكل المشروع يبقى عمل ازاي واحنا نشغالين وهكذا فبقى فيه تنبؤ بالمشكلة قبل ما تحصل ونحاول ان احنا نحلها طيب في مرحلة الديمولش مثلا لو انا عايز اهد مبنى فيه برامج متخصصة بيبقى سهل ان انا اعمل الموديل ده على برامج البيم وابعتها للبرامج التخصصة دي يعني مثلا فيه برامج بتاخد وقت على ما تصمم فيها لانها مش مجهزة لكده فبقى فيه جواد كبير على مرسن كل جزء في المبنى انما لما بياخدوا من البيم خلاص اول ما بياخدوا بتدوسوا على ضرار بتقول له اعمل الدماج بيبدأ يشوف ايه الاعمادة اللي انا ممكن لو قسرتها المبنى ينهار من غير ما يميل على المبنى الحواليه فيه برامج تاني كتير جدا من برامج التحليل سواء تحليل الانشائي تحليل المعماري تحليل الزل تحليل الرياح تحليل السيف دي كل الحاجات دي ممكن تاخدها من البيم جاهز لو انا قلت كل برامج من دول هاتفل ارسل من الموديل فيه بحيث ان انا اقدر اعمل السيموليشن او اعمل اشوف التأثير بتاع المؤسرات اللي موجودة هاخد وقت كتير جدا يعني على سبيل المثال زمان كان فيه برامج حلو قوي طبع شركة اوتو ديسك كان اسمه ايكو تيكت وبرنامج ممتاز جدا بيعمل تحليل حاجات كتير او للظل والشمس والهوة وكل حاجة بس كل شوية بتدخل ترسم فيه ما بياخدش من حاجة يعني بتاخد بياخد من الوتوكاد و الوتوكاد بيدي نفطوط فبطر ان ارسمها كل ما تعمل تعديل في الوتوكاد تروح تعمل تعديل في الوكو تيكت لنفس التعديل دوتو في البيم لأ انا نفس التعديل دوت ما يغير معم الحاجة بابدأ أصدره كل البرامج التانية فالبرامج التانية بتبدأ تعمل سيموليشن وتبدأ تشوف النتائج مبشرة يعني انا مثلا لما اصدر للسيف دي ما باتطرش ازبط اي حاجة مجرد بدخله واعمل مثلا درار اعمل التحليل وكذلك مثلا في تحليل انشائي بابدأ أصدر وابدأ أعمل تحليل انشائي يبدأ يطلع لنتائج مبشرة انا كمهندس مكتب فني. عشان ابدأ استخدم تقنية البيو اي ام. محتاج ابدأ تصعديا بحاجة معينة كنت استخدمها قبل البيو اي ام. ولا اقدر ادخل على قول دايركت التقنية دي. تقدر حضرت ان تستخدم البيم. ده اداة. بدلا مسلا ما انا كنت بحسب بايداية لا بايت احسب بلا حسب وكذا. بدلا من كنت باستخدم مسلا عشان اقيس مسطرة لا بقى في مسلا جهاز ليزر. فنفس المعلومات اللي انا عرفها باستخدمها. ولذلك يعني هارجع لسؤال بس في نقطة كده حضرتك اصرتها. ان في بعض الناس بيكون لسه متعلم بيم فبيحس ان هو حاجة جدا جدا. لذلك الناس اللي استخدم خرا جديد. ما يعرفش ان في معلمات كتيرة جدا. من غير البم بيبقى البم مالوش لازمة يعني على سبيل المثال. هو مسلا بش فاهم النظرات الانشائية او بش فاهم النظرات المعمرية او بش فاهم الكهرومكانك لحسب التخصب بتاعه. ودخل. تمام? ففرحان بان هو برسم حاجة كويسة. بس الحاجة كويسة دي بش مظبوطة انشائيا. فاحنا لازم نتوضع لاصحاب العلم ونبدأ نتعلم النظرات نفسها. البم الواحده غلط جدا وشديد الخطورة. من غير العلم البتاع كلية او العلم اللي هو بالممارسة او العلم اللي اللي احنا تعلمه من اساساتنا زي حضرتك. ده مهم جدا. ان انا فاهم النظرات. يعني انت لو ما عندكش الاساس او البيزيكس بتاع تزاين والتخصص اللي انت فيه. ممكن تستخدم الوسيلة دي بشكل خاطر واتطلع على خصمين غلط. ممكن اعمل ممكن اعمل ممكن اعمل ممكن اعمل الدمار. ممكن انا صممت المبنى شكله حلو قوي وبرافو. بينما الاحمال بيش محطوطة مظبوط. تمام? وده اللي بيحصل كتير ان الناس بتتحمس. وفرحان بان هو بعمل حاجة كويسة. لازم الناس اللي هي الاكبر مننا بنتعلم منها وبنسفد من خبرتها. عشان مطلعها كويسة. يعني واحد معنا مثلا مطلع شكل حلو. بس ممكن يكون المبنى ده مبنى مريض. مبنى مريض يعني ايه ممرض للناس اللي حواليه. يعني ممكن احنا بنقعد تقريبا سعيف المهم من الوقت بتاعنا جوه البيت. سواء البيت او الشغل او المكتب او كده قاعد في مكان مغلق. فلو انا بيش مصممه صح. ممكن تجي له امرات كتير جدا. زي مرض المحاربين القدمية. مرض في التنفس. خانقة. احس ان انا نفسيا مريض وهكذا. لان المبنى مش مصمم مصبوط. يعني انا شفت مثلا المبنى شكله حلو جدا. موجود في قطر. ماشي. جميل جدا. شكله حلو وجميل. لما دخلت جواه المبنى مفوش ولا شباك. النوافذ الازياز اللي موجودة ما بتتفتحش. فانا قاعد في مكان الهوة ما بتغيرش. فده فالفكرة مش في الشكل. والفكرة مش في البيم. الفكرة في الافقار نفسها. يعني انا مثلا ناس كتيرها تقول لي انت بتتكلم في البيم وعملت دمدف دكتور حسن فتحي. او. الدكتور حسن فتحي عنده نظرات كتير جدا. للبيم ولا غير البيم يغنين عنها. لازم نبقى فهمين الافقار دي. تفهمين افقار الاستدامة. ما نفرحش بالبرنامج. فيه برامج زمانية او يعني اول ما طلع مثلا برامج الماكس. فيه زرائر مثلا طلع زرائر اسم الريفولف. ان انا احط المبنى واقول له ليه في حوالي نفسه. كل مشاريع التخرج وكل المباني اتعمل بشكل دوت. ليه? حاجة جديدة وشكلها حلو. طب هل هي مناسبة? هل هي صح? هل هي غلط? لا بس هي شكلها حلو. وحاجة بقى ايه? وحاجة ما عملناش قبل كده مش فتنوش قبل كده. لا هي الفقر. فالبرنامج في الحقيقة دي ما يتظهرش يدي ارر او يدي رسالة. ان النتائج دي مش منطقية او مش مناسبة. مظبوط. او ممكن البرنامج مثلا يعني مثلا فيه برامج الحسابات التكييف مثلا اسمه هاب. اشتغلنا عليه وطلع النتائج مظبوطة كل حاجة. طب لو طلع رقم غلط. انا ما معرفش رقم يعني مثلا ايه? طلعنا ان كمية الهواء اللي هنا مثلا متس اف دي. لو انا مش عارف ان الغرفة دي مفروض في المتوسط كام? لا لازم يبقى عندي سنس هندسي ان لا الرقم ده كبير الرقم ده صغير الرقم ده مش مناسب. اه مرة مثلا كنا بنحسك في غرفة ولقيناها واخدها ادل الرقم المعتاد عشر مرات طب ليه او ده فيها مكناة مثلا معينة. يبقى عندي سنس ان انا عرف طب ما هو ممكن يجيب للرقم بس انا مش واخد بالي. مش واخد بالي ان الرقم ده غلط. تمام? انا ممكن مثلا اعمل شباك والشباك الصغير جدا مخالف لكود. تمام? فساعات هو بديني الارقام. بس لازم يبقى عندي سنس هندسي. لازم يبقى عندي حس كده. ان لا في حاجة ما شو مزبوطة. اه اا لو فيحاجاتぐ pew specialist وفيحاجات بيبقى غلط بيرفودها تماما تمام? تمام? وفيحاجات بس اديني تنبيه وفيحاجات هو مششافه غلط فهبيعديه. يعني مسلا لو انا جيت احط andererل الرقم ااا اا ام مثلا يعطني Chang's Air شباك او باب من غير حيطة. كل برامج اللي باب ما هترفض. يعني انا جاي Crown تشباك او باب في الهواء من غير اي حيطة خالصة هيرفو طبعا هيقول لي لا غلط طيب لو انا بقى جيت مثلا عملت حيطة وحطيتها كلها ازاز مثلا او كده فبدأ يديني تنبيه بس خلي بقى اكمل النقطة دي او بدأ ترسم مثلا حتين فوق بعض هيوافق بس يقول لي خلي بالك ان ده هيعمل دبريكيت في الحصر عمل لي مشكلة فبدأ يديني تنبيهات في حاجات تانية هو بشو ياخد باله منها مثلا رسامة عمود كبير اوي اوي فهو ما يدرش يقول لي العمود ده صحة ولا غلط هو بيرسم الحاجة وبعد كده ممكن في البرامج الاناليسيس تبدأ تديني تنبيهات بس لازم انا اكون اواخد بالي هل الارقام ده مظبوطة باش مظبوطة مهما كان الشغل لنفسه لا فيه جزء ادامي لازم يكون موجود ولازم يكون في حد عنده خبرة فلازم بقول للناس اللي بدأت تتجه لموضوع تطبيل بنت كل اللي انت اتعلمته ما ترموش ولو انت لسه بتبتدي اتعلم من اللي قبليك وتعلم ويعني يعني ما بلاقي الناس بتتمنظر على الناس اللي هي ايه كبيرة في السن لا الناس الكبيرة في السن دي عندهم علم اكتر من الناب كتير تمام ما تفرحش ان انت بترسم حاجات سريدية لا هو بيبقى عنده فاهم حاجات كتيرة جدا ممكن متفهماش مرة كان في الشركة مثلا والشركة كلها تجهت البم وفي معنى واحد كبير قالك لانا افش هتعلم بم والراجل ده اكتر واحد فادنا حقيقة يعني ليه كان عنده قدرة رهيبة جدا وهو بيسلم المشاريع للجهات الدارية فبيقدر يقول لنا على الغلاطات اللي عندنا قبل ما نبعثها يقول لنا خلي بالك في كومنت بيجا على المنتقى دي هما بيركزوا مثلا عن النقطة دي فماشاء الله عليه عنده علم رهيب جدا ولو احنا متعلمناش منه عمرين ما هتعلم عمرين ما هتعلم عمرين ما هتعلم حكي ويسي طيب ايه اكتر الدول العربية اللي بتستخدم تقنية البيع ايام دلوقتي طيب بص يا سيد الفاضي اه اغلب المشاريع اللي فيها بم موجودة في الامارة وقتر السعودية في الفترة اللي جاية هيبقى فيها اكتساح مصر من الدول اللي فيها كزا مشروع بالبيم زي مثلا المتحف المصري تعمل بشكل حلو في البيم زي مشروع العالمين العسامة الدارية ده فيه اجزاء منها تعملت بم بشكلها زايد ان فيه ناس كتيرة يعني من المشاريع اللي موجودة في الخليج بتستعمل في مصر على ساسفر العملة والحاجات دي جدا في دول مثلا زي الاردن من دمن فيه كم مشروعات عمل فيها في البيم الكويت المطار معمول بالبيم فاول اللي بيقود العملية دلوقتي الامارات وقتر من حيث البناء مصر موجودة وبذات ان هو قود الوحيد المعمول للمصر السعودية في الفترة اللي جاية فيه كزا مشروع من المدن الزكية اللي لازم يستطيعون فيها البيم بشكل قوي فنتوقع انطلاق يعني اغلب الناس في السعودية مفيش بم بشكل قوي بس الفترة اللي جاية ان شاء الله نأمل نكون فيه يعني منافسة مع الامارات وقتر بإذن الله هل البيم بتاع بيحتاج لايسنز ان الشركة تشتريها زي البرامج التانية زي الريفيت والبرمابير او الحاجات التانية دي التكنولوجيا البيم استخدم اللي انت عايزه تمام خلينا نقول ان البرامج اللي موجودة في السوق فيه برامج احتكارية او برامج مغلاقة او برامج لازم تشتريها تمام بس انا بقول لو انت لسه بتتضرب على البرنامج او الشركة نفسها لسه بتبتدي بلاش تشتري تمام انا عرف ان المباعتها يزعله بس دي حقيقة اللي انا ممكن اشتري برنامج وبعد فترة لايبيش مناسب لي او وحش او كده لا اخد نسخة تجربية وده محقق وغربه شهر شهرين ثلاثة لحد ما تتأكد ان هو فعلا مفيد ليك تمام يعني انا كنت مثلا مسافر مرة سعودية ودخلت لشركة مشاركات بتكلم مع تكنولوجيا تكنولوجيا البيم فرج راح اقل لي كده بوص قبل ما تتكلم لو هو عامل زي نظام الير بي نظام ادارة كده للمبنى او للمنشأة للمخازن والحاجات دي كلها لو انت لو عامل زي الير بي بلاش تتكلم ووفر وقتك تمام لان هو اشتروه باثنين مليون ريال سعودي وماستفدوش بيه تمام وممكن تبقى تجربه وشهر شهرين ثلاثة لحد ما تتأكد ان هو فعلا هيجيب لك الفلوس اللي انت هتسفحها لان فيه شركات تشترك برامج كترة جدا ورمتها طيب فيه نوعه تاني من البرامج بيبقى فري يعني بيبقى مثلا فيه شركة عاملها فري يقدر يفصل عليها ملينا بشوى صمر النسخة تجربية من الموقع الشركة نفسه يعني موقع الشركة نفسه ايا يكون طبعا توديسك من اسهل البرامج من اسهل الشركات اللي ممكن تاخد منها نسخة تجربية في بعض الشركات لازم تبعث لها اميل تقول لي لو سمحتي انا شغال في شركة فرلانية وعايز نسخة تجربية عشان اجرب البرنامج اغلب الشركات بكوافة فيه شركات بترفع يعني مثلا في مجال الفسيرة منشمت لما بكلم شركة بيقول لي لأ الفسيرة منشمت ده اللي كلمنا شركة هو تشتري الشركة لسه بتنقش معنا ادفع وبعد كده اجرب ليه لان الحاجات دي بالملايين تمام فهو ما بيرضوش يدي نسخة تجربية للحاجات دي في برامج بتبقى Open Source انا بحب جدا البرامج لأوبن سورس بس لأسف في البن ما فيش برامج Open Source قوية بس بنلاقي في البرامج في برامج تانية بتقوم نفسها Open Source يعني لو حد حابب يتابع مثلا اي برنامج انت عايزه بتكتبه بتكتب جنبي Open Source او alternative او 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 بتلاقي برامج بديلة مجانية وتقدر تحملها وتتشاغل بيها بشكل قوي مثلا ايك اجرب فوتوشوب مثلا اوبن سورس هتلاقي برامج كتير المجانية ودي احسن اغلب الدول العالم بدأت تتاجل لموضوع الاوبن سورس لان هو بيوفر فلوس كتير جدا احنا الدول العربية عندنا ما بتعملش برامج وتصدارها الا نادرا زي شركة صخركت زمان وتقفلت فحنا نفع فلوس كتير يعني احنا بنبدل البترول ببرامج فحنا عايزين نشغل باوبن سورس للدول العاملة. طيب. اه السلامة والصحة المهنية بدأ كثير من الدول والشركات يخضوها في الاعتبار ما كانش في اهتمام بيها لكن من التغيرات الكتيرة اللي بتخصل واستخدام بعض المواد في البناء وفي التأسيس اصبح ان السلامة والصحة المهنية امر اساسي او امر وجوبي لازم ينخص في الاعتبار عن التصميم. فحتى زهدت السلامة الصحة المهنية لازم يعمل سنة طوارئ ولازم يعمل مخرى طوارئ والحاجات دي. هل البيئة اي امي بيتطرق لها وهو بيكبر الدزاينة انه لازم نخصها في الاعتبار ولا دي اختيارية. لا هو فيه كود موجود في بريطانيا خاص بالموضوع دوت وربطه بالبيم يعني قالك لا لازم في الموضوع السلامة دوت فيه كود للبيم خاص بالاقتصاديات اظن البي اس 1292 الجزء السابع. مؤتما جدا بموضوع الصحة والحاجات ديت. مؤتما بالسلامة فيه يعني كتب كتبت في الموضوع دوت وبالذات في موضوع الكاربون. الكاربون اثناء البناء وبعد ما تبنى الزرارات اللي بتحصل فلازم بنقعد نعمل الحسابات بتاعتها بحيث نتأكد ان ما بش يحصل ضرر على اللي يقعد في المبنى. يعني نقعد في المبنى والمواد اللي انا استخدمتها بتصدر كاربون طول الوقت او بتصدر مواد سامة او كده. ده هيقدي الامراض. هم نتكلم اثناء البناء. وبعد البناء كمان ببقى فيه من خلال البناء بقدر اصدر لبرامج متخصصة بتبدأ تحسب لي القيم ديت وتبدأ تديني الارقام المقبولة او كذا. ودلوقتي يعني بدأوا يشددوا فيها في موضوع في بريطانيا فيه اكواد وكتب متخصصة في في الصحة المهنية وفي الكاربون. يعني في دول تانية بتعمل اكواد وممتتهتمش تطبيقها. لا في دول في اوروبا بتهتم شدة جدا. لما تكسلم الحاجات دي بتبقى قوي جدا. وفي مصر هم مهتمين طبعا بالذات في موضوع بتاع الحريق والفيرفايتنج الحاجات دي. في مصر مهتمين بها. بتسلم المهروب والمسافة بتاعتها 15 متر بل حاجات دي كلها. لما تكسلم البلدية ما فيهاش هزار لان لو حصل حريقة اللي قدر الله فيها ارواح في بيبقى في اهتمام بيم. فلا البيم بيقدر يساعد في الموضوع دوت. البيم اداة. انا ببدأ اشوف انا ممكن استخدام في ايه. يعني يعني مثلا من ضمن الادوات اللي ممكن استخدام في البيم ان انا اقول له النقطة دي بتبعد كم متر عن سلم الهروب. فيبدأ يعمل لي مسارات. ويبدأ يقول لي اه لا دا محتاج ان انت مثلا تعمل سلم هروب تاني وحاجات زي كده. ولما بدي نسلم البلدية هنا بنبدأ نعمل حساب بتاعتها. وبرضو الـ cfd لو حصل حريقة مثلا في البزمت والدخان خارج. اه وينتشر وكده في التهوية والمراوحة تشغل انتو الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها برضو بنعملها باستخدام البيم باستخدام البرنامج اناليسيز او اوتوديسك cfd بس اوتوديسك cfd تعبان شوية دلوقتي لو انا مهندس تنفيذي مشتغلتش ونحلت الديزاين قبل كده خالص. طلعت من كبليتي على طول نزلت على موقع. تمام. الاسهل بالنسبة لي وقت التنفيذ. الموحة اللي ممكن تطلع عن طريق البيو اي ام ولا عن طريق برامج روحة. هل البيو اي ام ها يدف لانا كعجل بتاع تنفيذ مش ديزاين. تمام تمام تمام. اه انا كنت شغال فعلا في القصة ديزا 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 في مشروع كان اسمه تي سي سي يترافل تي سي سي تمام. وكان معايا فعلا مهندس تنيف 있고 وكان عنده نفس الموضوع دوت. بس. بدأ يعمل ايه قالى كان ليش اعمل مابنى كله بايام. انا اعرف اعمل الجزئ اللي ان انا محتاجه وان انا افهمه. تمام فعلا فادنا حيات كتيرة جدا يعني مثال مثلا كان عملنا وكسره مثلا في المشروع فبدأ ان اكتشفنا ان فيه اعمدة نقصة مش موجودة في اللوح تمام يعني كان فيه سلالم ومفروض السلام دي فيها جنبها اعمدة فمش موجودة خالص فبعتنا للدزاين انت بعت لنا اللوح هل انت فيه نظام انشاء شغال عليه او انت عام حسابات ولا نسيت تحط الاعمدة قال لا نسيت تحط الاعمدة بدأ هو يرسم وبدأ يكتشف المشاكل ما بقاش يعمل مبنى كله يعني هو الواحده وشيقدر يعمل للمبنى كله لانه كان مبنى كبير جدا بدأ يعمل اجزاء مثلا يعني الجزء اللي يشك فيه يبدأ يعمله يعني كان فيه مثلا قمرة قمرة نزلة اتنين متر ستين تمام فهو شك فيها تمام فقعد عملها موديل اه اه حاجة اول مرة نشوفها تمام فخلاص بدأنا نعملها طب وهنعمل ليه مع القهروميكانيك اللي هتعد ازاي هلا هيبقى في الفتحات ولا هتنزل من تحت ولا هكذا فبدأنا نعمل الحسابات بتاعتها ونبدأ نشوف الموديل دوت ففادوا كتير جدا مضوع البنى ولما اشتغل بيديه في الاجزاء ديت ما اعمل شبابنا كله بدأ يعمل اجزاء بدأ يبقى خلاص البنى بالنسبة له اسهل بسهل لو راح مشروع تاني صغير ممكن اه يعمله كله بم فادوا انه هو مثلا عمل حاصر حاجات معينة عمل كلشات لحاجات معينة عمل اه الاجزاء اللي بيشك فيها بيبدأ يعملها ويبدأ يتأكد من التصور بتاعه هل هو صح ولا تمام فلا هو اداية هو البن بش بش لحاجة سحرية ولا حاجة محدش بفهمة غير الناس اللي بتلعب اكرا وتاعها هو مجرد اداية انا بستخدمها ببدأ اشوف ايه الحاجة اللي انا عايزها تمام يعني ممكن مثلا ان كنا عنده مشروع وهو مثلا عايز يشوف مثلا حمام السباحة حاصل ان فيه حاجة بش مضبوطة لارتفعات غلط وبتاع فلما بيعملها بيتأكد هي مجرد اداية انا بعمل شك على شغل التاعي بقدر اشوف الحاصر ببدأ اشوف الحاجات دي لا هي سحر ولا هي شعوازة ولا حاجة خلاص فهو لو واحد شغال في المكتب الفني ممكن يبدأ يتعلم ابسط برنامج وغالبا مسلا ممكن دلوقتي بقى الشغل بيجي بيم هو بس يفتح ويعمل فيو للحاجة ويبدأ يشوف الشغل ويراجع على الشغل يبدأ ياخد ساكاشن يبدأ يشوف الشغل معمولة مصبوط هل فيه غلط ولا لا هل الموديل دوت هو نفس اللوح اللي جاية اوتوكاد او داي مطبوعة ولا لا لان في بعض الناس بتعمل الموديل في مكان والناس اللي بتوع المكتب الفني شغالين لوحدهم بيطلعوا لوح لواحدها فبيبدأ يعمل التشك عن حاجات ايه فلا هيا التكنولوجيا بتنتشف بشكل قوي وفي دول كتيرة بدأت تكون اجباري دبي اجباري للمباني الفوق العشين دور او المباني المستشفيات او المدارس يعني بدأ يبقى فيه نوع من انواع هنا في قطر المشاريع الكبيرة لازم تنزل بيم يعني في عندنا حاجة اسمها اشغال بتنزل المشاريع المستشفيات والمدارس والطرق وكل حاجات دي ينزل في العقد بيمة لو ما سنمتاش بيمة يبقى انتها كده هتصاصم جزء كبير جدا من الفلوث اللي انت هتخذها الزملة والزميلات اللي تخرجوا حديثا مثلا في عشرين عشرين مع اختلاف تخصصاتهم كهرباء وميكانيينة ومدنة وامارة والاقصاد التانية لما يحب يسطح برنامج البيئة هايختار البكش كلها ولا فيه وسيلة وانه يختار الحزمة اللي هو محتاجة سؤال جميل جدا هو البيئة زي ما قلنا تكنولوجيا فانت بتبدأ تشوف ايه البرنامج اللي انت هتشتغل عليه ممكن يكون الريفت وممكن يكون غير الريفت يعني في دول الريفت ممنوع ان هو يتحمل عندها في دول في الوطن العربي معمول لها عقوبات اقتصادية يعني مش هنكملش في السياسة بس لما بجاء تقول لي لأ انت من الدولة الفلانية ما يفعش تحمل الحاجة ديت تمام فساعتا بادور على بديل يعني بادور على برنامج ما يكونش امريكي فانا مثلا من ضمن البرامج الكوية مثلا برنامج اركي كات ممكن تحمله وتبدأ تشغل عليه مش لازم حتى لو انا عدت 200 سنة شغال في البيئة مش لازم معرف كل البرامج لا انا ممكن اعرف البرنامجين اللي هفيدوني تمام ابدأ اسأل كده ابدأ افرج على فيديو هل برنامج ده في ميزة ولا مفوش ميزة انا احسن حاجة بالنسبة لي ببدأ اشوف فرص العمل انا نتعلم حاجة دي عشان نتمنظر بيه انا نتعلم عشان نشتغل فانا ببدأ اشوف الحاجة ديت هنشتغل بيها ازاي او هي مطلوبة في السوق ولا لا او حاجة زي كده يعني انا مثلا لو موجود في بلد كلهم بيشتغلوا اركي كات وانا اروح اشتغل ريفيت وابق الواحدة وارح للشركة هيقول لا ما ينفعش تشغل معانا فانا لازم اعرف ايه البرنامج اللي بتلوب في السوق واركز عليه ممكن مثلا واحد يقول لي انا بشتغل ريفيت بس هشتغل اربط الموديل بالجدول الزمني يعني في حد تاني بيعمل الموديل الشركة بتعمل الموديل وانا مهمتي ان انا اربط الموديل دوت بالجدول الزمني فبابدأ اربط بين مثلا الاركي كاد مع السينكرو من خلال السينكرو بابدأ اربط الجدول الزمني بالمبنى بحيث ان المبنى يتشاف جزء 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 ليه لانا انا عايز اتخصص في مجال البلانر او البلاننج او المانشمينت والحاجات دي كلها فهو ازدكاء ان انا ما شاتتش نفسي تمام يعني ممكن ايه اه اتعلم خمس ست برامج بيعمل نفس الحاجة طب ايه لازمتها لا انا بختار برنامج واحد بس وابقى متخصص فيه وقوى فيه ولو سألتين في اي سؤال اقدر اجواب عليه انما لو انا اتعلمت عشرين برنامج بشبه قوى فالواحد فيه فلو احد عايز يبدأ ممكن مثلا يعني الجابة الافتراضية او اتعلم ابدأ بالرفت معنا الكلام كده عشو صمر ان انا برضو مهما اشتخدمت او بدأت ادخل في مجال البيو اي ام برضو لازم يكون عندي ارضية للبرامج الاساسية اللي انا مش عادر استغل عنها اقول لي حضرك حاجة من ضمن الحاجات الاساسية اللي انا لازم اشتغل بها وابقاوا فيها ولما بابقاوا فيها بتوفر علامة كتير قوي الاسل الورد البوربوينت يعني البوربوينت بيفيدني ان انا باعرض شغل بتاعي بس دي برامج غير تخصصية بالمرة يعني غير تخصصية بس بس سداني سداني ما نستنعش عنها ابدا الاكسل دوت برنامج جبار جدا الاكسل دوت برنامج جبار جدا اه كمية الدوالي اللي موجودة فيه رهيبة جدا وتقدر تعمل حاجات كتيرة جدا بتوفر عليك وقت ما فيش برنامج بيغني عنه الورد تمام تعمل بيتها قارير البوربوينت تمام ففيه فعلا برامج كتيرة جدا يعني ممكن مكونش بمق بس بيتفدني كتير جدا مقدار شرميها و سداني اللي بيبقى قوي في البرامج ديت بيعادل شغله يعني البوربوينت مهم جدا ان انا اا اعرض شغل بتاعي لو انا معرفت شغل بتاعي ووقفت قدامه ومعادت اتكلم ممكن يحصل لعباتها ممكن بيهمها بيشايفين الصور اا لو انا عدت بفتح لهم برنامج ريفيت وكل شوية ورهم حتة حتة لأ في البوربوينت انا ببقى مجهز صور ومجهز انتقالات وممكن احط فيديو وحط حاجات الاكسل بيعسيب لك حاجات رهيبة جدا 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 جداول وحاجات زي كده الاتبوت اللي طالع من البي اي امي مايتفتحش باي وسيلة تانية غير البرنامج ده بيتفتح بكل الوسائل اللي انت عايزها يعني لو احنا فتحنا الرفيت ورفينا عايز اعمل ايكسورت يسايفوني اول حاجة دي دبلو جي تقدر تصدر مشروع كل اتوكاد مرة واحدة مايتفتح دي اكس اي اف لو انت عايز نفتح لأي برنامج من البرامج الكاد بقى غير الى توكاد يتفتح على ديشي ان بيتفتح على دلو برنامج ميكروستيشن في اصدار اضافة اسمها اي ف سي كل البرامج الموجودة دلوقتي تقرأ IFC برامج كثيرة جدا من برامج الاستدامة الساستانبلية تقرأ IFC بشكل حلوي بيسايف حاجات خاصة بالماكس عدد الحاجات التي يسايفها برامج البيم كثيرة جدا بيسايف حاجة اسمها Building Smart شركة غير هاتفة للربح مكونة من كل شركات البيم أو أكبر شركات البيم اللي موجودة تقريبا في حدو 16 او 18 شركة عملوا حاجة كيان بيوحد الحاجات التي تصدر يعني بدلا من كل برامج بيصدر امتادة مختلفة حسنا من شكل لا اهم ما بيصدروا امتادة مثلا زي GBXML ده امتداد كل برامج دولتها بدأت تقرأ برامج الساستانبلية والفاصيلة منجمت وهو الحاجة دي كلها عملوا مرات في اسم كوبي خاصة بالفاصيلة منجمت عملوا حاجات خلاص لو انت شغلت على البيم وعايز تكمل عليه برنامج تقدر تاخد الشغل وتكمل زي ما انت عايز البيئة IM ممكن يساعد في حساب كميات جدا جدا هقول لحضرك حاجة لو انا عندي مبنى كبير مثلا 100 دور وعايز اعود دعم الحسابات بتاعته تمام والدوار مختلفة انا فعلا في مشاريع عدنا اسبوعين نحسب بس نعمل حصر ولما احتاجنا ان احنا نشوف الحصر تاني عدنا الشغل في البيم لا الاسكادول انا بزباطه قبل ما ابدأ الشغل وكل ما بترسم حيطه هو اوتوماتيك بيقراه في الاسكادول رسمت حتين بيقراه في الاسكادول فالشغل بيبقى الحصر ده الوقت بتاعه بيبقى الزيرو مفيش وقت خالص للحصر والنتاج بتطلع جهزة تمام دي من الحاجات يعني هو بيكون جاي بقاطة بيانات نسب او كميات انا بعمل حاجة تنبيليت على اساس ابدأ الشغل بتاعه ومتعطلش فبعمل تنبيليت وباب ده اقول له اعمل لي جدول مثلا لباب وباقول له انا عايز الجدول لباب ده تقول لي الطول والعرض والارتفاع والماتيريال والحاجات ده كلها فالجدول بيطلع فاضي خالص كل ما برسم باب بيبدأ يحطوا لي المعلومات الخاصة بالباب طول ما انا شغل انا ما فتحتش ما فتحتش الاسكادولات ده خالص هو اوتوماتيك بيبدأ يحطوا لي لما بخلص شغل وعايز الحصر بلاقي الجدول كلها جاهزة مغير مبزي فيها اي جهد بحط الحاجات الخاصة بالميكانيكا والحاجات السرقشر وكل الجدول ده قبل ما ببدأ شغل وتبقى كلها فاضية خالص طول ما انا شغال هي بتتميلي مع نفسها يعني هو داخليه اللي بيعمل لازم اعمليه تجميع كميات كده ويطلع لك في الاخر اذا يكسل شيئت بالكميات اللي انت محتاجة كل الكميات اللي انا عايز الابيلي في قونت وكل الحاجات دي بتطلع جهازة عنده مغير مبزي في اي جهد طيب ايه قصة الاستدامة بقى وعلاقاتها مع البيئة اي انا تمام الموضوع الاستدامة ده من الموضوع المهم جدا 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 بالذات ان هي يعني بيش بتدرس كتير في كل الجامعات واصبح عليها طلب كتير جدا في الخليج بالذات في مصر فيه حاجة ممتازة جدا اللي هو الهرم الاخضر والهرم الاخضر بيدي نقطتين لو انت شغال بامي الهرم الاخضر نظام ريتنج سيستم بيدي نقطتين لو انت شغال بامي وتقريبا هو ده كود الوحيد في العالم اللي بيعمل الموضوع ده بيدي تلات نقطت لو انت شغال بامي مع السستانابلتي بيدي ده 4 نقط لو انت شغال بامي مع السستانابلتي مع الفسائلة تمنجمنت تمام فدي حاجة تفسب للنظام الهرم الاخضر اللي يوجد في مصر اللي مشهور في العالم عندنا ليد اللي هو الامريكي وعندنا البريم اللي هو البريطاني في دول كتيرا بتشغل بهم هنا في كتر بيشغل بالجي اساس في الامارات بيشتغلوا بنظام اسمه الستدامة أو اللي هو في ابوصابي في سعودية في النظام النخلات بس لسه مش رسمي يعني مش هتلاقي في كتب كتير في الارز اللي هو في لبنان فكل دولة بيبقى لها نظام او بتشغل بنظام الأنظمة المشهورة مهم جدا جدا ان احنا نشغل بموضوع الاستدامة دوت على اساس ان تعمل مبنى في صديق البيئة وكيمة المبنى بترتفع كل ما ياخد درجات اعلى وفيه فنادق موجودة تقول لك مثلا ان هي واخدة البلاتينيوم مثلا في الليد فالناس دلوقتي بدأت تعمل سيرش احنا مثلا لما بنيجي نعمل سيرش عشان ناخد فنده مثلا في الغرداء او كفر الشيخ او اسمها اشارم الشيخ او حتة ديت لما بنيجي نعمل عليها سيرش بندور انا الارخص انا الحاجات اللي فيها مثلا اوبن بوفيه الحاجات دي كلها فيه ناس بقى هو هي بدور بتقول لك ايه انا عايز مبنى يكون واخد بلاتينيوم في الليد او على الاقل يكون واخد جولد تمام فقيمة المبنى بترتفع لما يكون عامل مبنى صديق للبيئة ليه اللي هشغل المبنى دوت هيلاقي مزايا حلو اوي هيلاقي مزايا ازاي استهلاك الكهرباء بيجي لقليل استهلاك المية قليل استهلاك المية قليل تمام ودي حاجات يعني انا ما باخدش نقط غير لما بكون مستخدم حاجات توفر لي استهلاك الطاقة واستهلاك المية وما تخليش اشغل حاجات النور كتير الصبح ليه حاجات كتيرة اوي بنبدأ نشوفها ممكن تستخدم فاكتشر معين او مثلا دوش مثلا معين بينزل رزاز فبيستهلك مية قليلة وفي نفس الوقت انت متحسش بكده يعني متحسس ان انت مش هتستحمى يعني مش بنقول ايه انت مش هاشرب مية وعش نقفر في مية استهلاك المية في الكهرباء او في المية او في حاجات تانية ده اللي هو فلسفة المدن الزكية فلسفة الاستدامة والاستدامة دي حاجة اساسية في المدن الزكية وفي المباني الزكية والحاجات دي كلها طيب انا ممكن اعمل حاجات كتيرة وفي الاخر في اخر مشروع اكتشف ان انا مش محقق التارجت وفي ساعات التارجت بيبقى يجباري تمام يعني احنا في المشاريع خدناها بيقولك انا هديك المشروع دوت بس تتعهد ان انت تتحقق تارجت معين مثلا الزهب مثلا في الليد او تحقق مثلا اربع نجمات او يعني لازم في تارجت معين بتحققه وإلا يبقى انت كده خليت بالعقد وبتخصم منك مبلغ كبير لا مثلا تخصم منك اتنين مليون لان انت محنش حاجة زي كده تمام فلا لازم يبقى احنا كلنا عاملين شغل استدامة بنتعاون مع بعض المعماري والانشاي والكهر وميكانيكل ان احنا نعمل مبنى صديق البيئة البيئة بساعدني في ان انا اقيس الحاجة دي يعني ممكن يكون عندي نوعين من الزجاج او عشر انواع من الزجاج اقاني نوع فيهم اللي هيكون احسن للمبنى خلينا نجرب نبني بقى مبنى حقيقى ونحط الازاز ولو محققلش النتائج ومخدش الليد اقام حساب في المشروع اللي جاي ان انا استخدم ازاز تاني طبعا ده هادر الوقت ودي من ضمن الحاجات السيئة جدا هقول لها حاجة مثلا امر يعني البيئة اما ممكن يعمل للسيموليشن او يعمل سيموليشن ويعمل لي كياس الحاجات دي جات وممكن يعمل كياسات العشر حاجات عشر انواع من انواع الزجاج او من انواع الماتيريال ويبدأ يقول لي افضل حاجة ايه في مشكلة خطيرة لازم نخلي بالنا منها في مجال الكونستروكشن ومشكلة يعني قليل الاولى من حد بياخد باله منها ان انا ممكن اصمم حاجة وعلى ما تتبني يكون عدد خمس سنين وبعد الخمس سنين دي اكتشف الغلطة بتحتي تمام يعني انا مثلا اعملت شوارع مثلا بشكل معين ومتوقع او معتقد ان المباني دي او الشوارع دي هتتعمل بشكل حلو بس افاجأ انها حصلت مشكلة اتشافت امتى لما بدأ التشغيل بتاعها فخدت بالي منها بعد 10 سنين بعد 15 سنة لو انا بعمل موضوع السيموليشن دوت وبرامج طبعا مش اي برنامج لازم تكون برنامج محصوب هبدأ اكتشف المشاكل دي قبل ما الناس تبني لان خلال العشر سنين دول ممكن انا اكون بنت ميت مبنى فالميت مبنى دول كلهم فيهم نفس الخطأ تمام يعني ممكن انا مثلا انا مثلا على مدينة صممتها واشتغلت واكتشفنا الخطأ ده بعد فترة تمام فلو انا عندي سيموليشن اكتشفت الاخطاء دي هتبقى احسن بكتير تمام فدي فاديت السيموليشن وفاديت ان انا استفاد من البرامج في برامج مثلا تقولي هنعمل سيموليشن على سرعة الرياح وعلى الشمس والحاجات ده كلها فانا اكتشف من خلال ان انا بعمل سيموليشن للمبنى بتاعي ان انا غلطت في التصميم فصلحها من دلوقتي وصلحها في المبنى اللي هتتعمل انما لو انا مش عامل سيموليشن ممكن ابني كذا مدينة وابني كذا مبنى وانا مش واخد بالي ان انا في حاجة انا غلطان فيها غير بعد ما المبنى اشتغل والناس اشتغلت وبدأت تشتكي ان مفيش تهوية ان مفيش شمس وهكذا تبدأ تظهر مشاكل بعد خمس ست سنين لما المبنى ابدأ يشتغل الايام دي ام كان بتظهر في فترة الشتا والصيب بالتحديد بعض الشوء السكنية بتكون بردي جدا فترة الشتا وحر جدا فترة الصيب ده يمكن بسبب برضو عدم دراسة ربما الريح او العزل او ايا كان السبب كذلك هل البي اي ام يقدر يعالج مشكلة زي اي ده حاليا طيب او البي اي ام لازم يبقى اللي بيستخدمه فاهم الفكرة دي يعني الكلام ده اتكلم فيها مثلا المهندس حسن فتحي لما جي ابن البيوت خلى البيوت سميكة فبقى فيها عزل تمام انما مشكلتنا احنا البيوت عادة بيعملوها ايه يقولك انا عايز الناس تحس ان البيوت واسعة فهنبنها بنص طوبة طب بنص طوبة مش هتكفي يعني كل الجو الخارجي بيدخل عندي فحسن فتحي كان بيقول ناس هتعترض على الكلمة بس خلان نقولها ربنا بش يسمحني لو انا بنيت بيوت وعليت درجة الحرارة فيها 17 درجة متعمدا كان فيه طرق ان انا اتجنب ان درجة الحرارة ترتفع 17 درجة جوه المبنى وانا اهملت الطرق دي وحبيت ان انا اعمل مبنى شيك وشكله حلو وكله ازاز طب احنا الازاز ده بش مناسب لينا الازاز ده مناسب مثلا للدول اللي ما في الشمس جامد احنا نتقريبا بكل الابراج اللي موجودة في الخليج الواجهة كلها ازاز فده بيرفع درجة الحرارة فانا اعالج المطار ده ازاي اركب تكيفات فالتكيفات فيها مشكلة كتير جدا صحية زاد انها تاخد قهرابة كتير جدا طب احنا ممكن ندور على حلول من خلال برامج البم او من خلال برامج الاسدامة او من خلال الافكار الحلوة الجميلة ان انا خلي فيه سماكة في الحوايط مثلا او ان انا استخدم يكون سماك شوية بحيث ان درجة الحرارة برا ما ليش داعه اللي جوه انا انا يعني حتى في مصر بتاعي برا بيبقى ادفى في الشتا و برا بيبقى جوه افضل من الجوهة في الصين مظبوط مظبوط هي بش مناسبة لنا يعني الحاجات اللي هي معمولة دلوقتي بش مناسبة لنا جدا عامل حيطة رفيعة عشان الناس تحس ان الاودة واسعة وفر مثلا خمسة سنتي ولا عشرة سنتي اللي هو سمك الحيطة بس كلفني بعد كده التكيفات وكلفني ان انا طول وقت قافل الشباك وكلفني ان الجو في الحر زي ما حضرتك بطول بيبقى حر جدا في البرد بيبقى برد جدا كان انا عاد في الشارع ما هو عامل لي استثارة رفيعة خالص في بقى افكار حلوة ممكن تبدأ تطيبة بحيث ان المبنى يكون دلوقتي الناس بدأت تجل كده ان المبنى ما بيستهلكش قهربة او ما بيستهلكش طاقة او 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 انا مثلا بحط فوق الواح شمسية بسيطة جدا تكفي انها تعمل التكيفات وتغطيها لو انا مش عامل تصميم حلو وعملت الواح شمسية كتير بحكم السطح مش هتكفي خالص مش هتكفي حتى عشر انها ندور التكيفات ديجة لازم يكون في افكار تصميم حلوة يكون الناس فهمة اه همية ان احنا نعمل حاجة صادقة للبيئة وان احنا نعمل حاجة ممتازة والناس احنا نصمم للانسان احنا نصمم للانسان تمام باش بنصمم للمكان او باش بنصمم حاجة يكون شكلها حلو احنا ممكن مثلا نعمل اللوحة فنية وترسمها اللي عايزة تفرج عليها فرج عليها انما المبنى لا ده ناس هتعيش جواها وناس اللي ماشي في الشارع هتتفرج عليها فلازم يكون الشكل حلو والتصميم حلو والحاجات اللي فيها حلو نتغلب على المشكلة ازاي دي المشكلة دي ازاي لاي حد هيبني جديد ما هو الفكرة كلها ان هو يتجنب الاخطاء يعني يبدأ يعمل برامج سيموليشن ويبدأ يشوف الشمس هتدخل فين تمام فيه برامج سيموليشن تانية كتيرة جدا يعني اشهرها الدزاين بيلدر ده من برامج القواية جدا اسمه برامج دزاين بيلدر ده من برامج الاحترافية والناس بتشغل لي بشكل كوي جدا فيه برامج تانية كتيرة جدا يعني اناليسيز وفيه برامج عشرات البرامج هو بيبدأ يعمل تحليل بيعمل الموديل على البيم وبعد كده يصدروا برامج دي برامج البيم فيها تحليل بس انا اقول لكم حاولوا تدي العشل لخبازه يعني بدل ما تعمل كل حاجة في البيم لأ اعمل موديل بيم مزبوط كده انت حدثت العشل لخبازه للبيم وبعد كده اخدوا وصدروا البرامج بتاعت الاناليسيز او برامج الاناليسيز التكييف كل برنامج متخصص هيقدر يقرى من البيم بسهولة وتقدر تعمل نتيجة كويسة موصوك فيها فلو احنا مثلا اه تطلح اوبن ستريت ماب يعني ايه اوبن ستريت ماب واي علاقت برضو بتبقناية البيم طيب هي فكرة الابن ستريت ماب ان احنا بنعمل خرايط سلاسية الابعاد للعالم كله انا مثلا مسؤول عن مصر مثلا تمام اه والفكرة كلها ان احنا يعني فيه ناس كتيرة اشتغلت معانا بشكل حلوة قوي وغطنا اماكن كتيرة كتيرة جدا ببقى اكثر من طريقة تمام اه الاوبن ستريت ماب هي خريطة اوبن سورس مفتوحة المصدر بشتبع لحد خالص وكل الناس تقدر تشغل شغل فيها وتطور فيها وتكسب منها رغم انها مجانية بس انت تقدر تعمل تطبيق وتستفاد من المعلومات دي دلوقتي اصبح كل المدن الزكية في العالم بتعتمد على اوبن ستريت ماب وحتى فيه برامج كتيرة جدا زي الانفرا ووركس بيعتمد على اوبن ستريت ماب برامج اليوم اللي وطع الرندر بيعتمد على اوبن ستريت ماب فيه اجزاء كتيرة جدا من الحمل تشغل عليها بس ممكن نقول علي الحاجة بسيطة وممكن اي حد يشتغل بها فيه برنامج اسمه كارتا فيو ده بيصور الشارع برنامج كارتا فيو موجود على اندرويد والايفون بتصطبه وتحطه مثلا في العربية بتاعتك وتصور الشارع وفي ناس تانية بتبدأ من خلال الصور اللي موجودة اللي انت خطاها بالكاميرا هو تريبا بياخد مثلا صورة كل ثانية فبيبدأ يعرف ارتفاعات المباني ديت وبيبدأ يحولها لمباني 3D لو انا عامل موديل للبيم لأي مبنى يعني مثلا عامل مبنى مثلا بتاع برج القاهرة اقدر اخد برج القاهرة ده المبنى اللي انا عملته كوبي بيست وحطه جوه لأوبن ستريت ماب فبيبقى عندي خارطة حقية الكلام ده يفيدني في حاجة كتير قوي لو انا بعمل مثلا تحليل للرياح والشمس والحاجات دي كلها لمبنى ليس هيتبني بياخد المعلومات عن المباني الحوالية والارتفاعات برعيتها والحاجات دي كلها اوبن ستريت ماب في جزء كويس اسمه الاندور يعني مش مجرب بس بخريطة بتودين للسوبر ماركت لا ده جوه السوبر ماركت او جوه المول الكبير يبدأ يقول له مثلا عايز المحل فلاني فيبدأ يودين للمحل فلاني يقول له امشي مين شمال هكذا فبيبقى فيه مثلا لو انا رحت مطار وبيدور مثلا على الحمام او كده فممكن اقول له مثلا عايز اقرب حمام تمام فدكته شدة جدا وابن ستريت ماب كل الناس المتطوعين من بياخدوش فلوس وبيشتغلوا وبيعملوا فيه مثلا حد معنا في الفريق عامل الرقم القاومي لكل البيوت او اللي هو البوست كود لكل البيوت بدأ يحطها بحيث ان لو هاية البردية حابة تتوصل اي حاجة لاي مكان تقدر توصل فيدي هنعمل ان شاء الله تركيم للبيوت بحيث لحصل حريقة او لقدر الله حدثة او اي حاجة الاسعاف والمطافي والبوليس يقدر يوصل للمكان ده بشكل دقيق جدا من خلال برامج ان شاء الله نعملها فيه مثلا ناس عاملت برامج للرشوة اللي هو عبارة عن ايه لو انا رحت مكان وفيه رشوة مجارب بس البرنامج فيه تطبيق زراريين احمر واخضر بتدس على الاحمر فخلاص يبدأ المسؤولين يعرفوا ان المكان ده فيه رشوة في يبدأوا يحسبوا المسؤولين المكان كويس بتدس زرار اخضر فالناس بتبدأ تحس ان فيه ركوبة من المواطنين نفسهم ده نوع من انواع المدن من عامل المدن الذكية اللي هو مدن الحوكمة والكلام ده تطبق في دول افريقية زي غانا زي المدن دي بدأت تتحرك في الموضوع دوت وفعلا اقللوا الموضوع الرشوة بشكل كثير اول الابنستيتماب مع كارتا بيبدأ يسجل لو فيه اي مطاب غلط او فيه اي حاجة لو اعكاس عربية بتستخدم الابنستيتماب او كارتا فيوه وحصل عندهم مشكلة في نقطة معينة فبيبدأ يبلغ ان المكان ده فيه مشكلة فديبدأ الناس تروح تحل المشكلة ديت وتصلحوا المشكلة ديت فدي من التكنولوجية القوية جدا اللي احنا فعلا استفادة منها يعني انا مثلا لما كنت بعمل مشروع معين وعايز اختار المكان وعايز ادبط فدخلت على الابنستيتماب بدأت احط شوط معينة مع البرنامج الانفرا ووركس 63 بدأت اختار المكان بعامل كتيرة مثلا اقرب مكان للماء اقرب مكان للمواصلات اقرب مكان بحيث ان انا اخد نقاط من الليد باخد 16 درجة لمجرد ان اخترت المكان مزبوط ففيجرة الابنستيتماب يمكن الناس لسه مسمعتش عنها كتير بس قريب جدا جدا ان شاء الله يعني الموضوع حينتشر لان هو حاجة ممتازة جدا يعني هل تقنية البيو اي ام تقدر تفيد الناس اللي هتشتغل في مرحلة لأي مشروع بعد ما يتخلص مع المرحلة المشروع ويدخل بقى في مرحلة التشغيل اه هو ساعات بيجي لنا ساعات بيجي لنا حد يقول لي احنا عايزين نعمل بيم طيب المشروع ده فيه لا المشروع ده هتعمل وخلص يعني هو هيدفع فلوس عشان نعمل له موضل والمشروع خلصان اصلا المبنى شغال يعني حصل كذا مرة في فنادي بتقول لك اعمل لي بيم موضل يعني هانو بيبدأ أقعد معه اعود في بان ايه البرنامج اللي هو شغال بيه كل برنامج بيبقى له مواصفات معينة ومعلمات معينة يعني في بعض الحاجات برامج بتبقى مركزها على الكتري كاللي كيوب منت والميكانيكا كاللي كيوب منت فس فيه البرامج اللي بتبقى مركزة على الحاجة كتري قوي في بعض البرامج بيبقى مركزة على ال bleibt يعني عايز يعرف إذا الزراع ده ليس異 امتة؟ ولموعد持ئ السيونة بتاحته في بعض البرامج بيبقى فيها كل حاجة حتى الأعمدة الإنشائية عايز يعرف المواعب بتاعيتها بحيث يتعمل لها سيونة ويبقى فيه سنسور بحيث لها حصل أي مشكلة تبدأ تحل في ناس بيبقى المبنى معمول وخالص ومع ذلك يقول لك أنا عايز أرشال فسيلة مانجمينت فبنيلي المبنى دول بالذات مثلا هنا في قطر في جامعة قطر مهتمين جدا جدا بموضوع فسيلة مانجمينت سواء المبنى تعمل معمول هيتعمل لازم تسلمنا حاجة الناس بتوعي فسيلة مانجمينت فبنيلي المبنى يستمر فترة أطول ما يحصلش فيه مشاكل المبنى اللي ممكن يقعد 15 سنة لو أنا بعمله سيونة دورية ممكن يقعد 30-40 سنة فالناس بتبدأ تهتم بالموضوع دوت ويبدأ يشوف أي مشكلة تحل وهكذا يعني البي اي ام بيكون فيه مساحة تعمل برامج سيونة دورية من هوة ل algae العنقبيات كما هو نحو برامج سيونة دورية اللي موجودة في السوق بتاخد المعلومات من الكاد وبتاخد من البن بس لما بتاخدهم الكاد بيبقى فيه متاجعة اللوحة الكاد دي انا كان الروحة الكاد وال Davis دا دور الاول اذا دور التاني هو مش قادر يفهم العلاقة بينهم متحيل من الكاد يقضى يفهم ان دي دور الاول وده الدور التاني dudه الدور التالت لا يحسني كل واحدى مستقلة بذاتها انما في البن بيدي له موضل وهو يبدأ يعمل زوم ورجانبنى فعمل زوم على الجزء نفسه ويبدأ يفهم المعلومات ويبدأ ياخد فيه جهد كبير قوي لما بعمل في ملاف اسمه كوبي بيقى فيه كل المعلومات الخاصة بالفاسالة منجمينت تركيم الغرف نفسه مرهد جدا في اسلوب الكاد في البنم لا طول الوقت بقى فيه معلومات عشان ننسب كل المكان اللي موجودة سواء ميكانيكا او كهربا انستجل الغرفة بتاعتها بياخد جهد جبار جدا انما في البنم لا بيبقى فيه خلاص هو فهم ان ديه غرفة وان ديه المكنة موجودة فخلاص بيبقى مسجل جواها فلما بيصدر للشغل بيبقى فهم المعلومات كلها موضوع جرين بيلدنج هل ده مأخوص في الحزبان مع البيو ايام؟ اكيد اكيد يعني هو اصلا يعني من ضمن الحاجات الاسسية جرين بيلدنج يعتبر اصدنبية لتيق او مكلمتين اذا اضافة اذا وجدها مع بعض اختلفة واختلفة امطاقة حاجة زي كده يعني هما يعتبر اثنين مصطلحين وربعين من بعض فهو جرين بيلدنج من ضمن ابعاد البيم ان انا اعمل مبنى صديق للبيئة فيبقى فيه يعني زي معايير وحتى في بعض الادنس او بعض البرامج اللي بتبقى جوا البرنامج اللي انت تشغل عليه بيبدأ يجيب لي انت حقق تقديم الليد او حقق تقديم البريم او تقدر تزبطه على الكود المصري فيقدر يقول لك انت حقق تقدي ايه ونسلك قدي ايه وايه النقط اللي انت ممكن تشغل لان احنا نحن عايز نعمل بمباني احنا نقوم بتندي الانسان دي الفكرة فعلازم نتمن بصحة الانسان طيب اخر حاجة نقتم بها ابشان صامر انا لو انا محتاج تدريب على بي اي ام هل الشركة او الجهة الرائية للبرنامج ده او الوسيلة دي بتنظم تدريبات خاصةً لو نعمل حاجة نحاول نساعد بيها الزمنة حديث التخرج أو شيء من هذا القبيل طيب هو تقريباً كل برامج البيم الشركة باش عملها شرح للعربي احنا في بيم قريبيا الحمد لله عملنا شرح لكل برامج البيم وعملناها بشكل منظم على قد ما قدرنا وباش انا بس اللي شغال فيه يعني الناس افضل مني بكتير شغالين معا في الموضوع دوت مثلا فيه الشركات واغلب الشركات يقولك ان انا ممكن اعمللك training لو انت ش mıلت برنامج انا ممكن اعمل لك training في بعض الشركات انا كلمتهم يقولك ايه طب انا منكбо اعرضلمك€ 100 اراته محاضره او 2 او 3 اعرضلك برنامج بحيس ان انت تقتنع بكل الادواع ذاته ولو د optimumه في اليوتيوب تجد كل الي انت تحلم به يعني دغلت على اليوتيوب وتكتبت اسم اي برنامج تجد شرح نادراً في بعض الشركات الولانة جداَ اللي بتحاول ميبقاش شرح ليه بحيث ان انت لما تشير برنامج هي تبدأ تباع لك الشرح بس اغلب الشركات يعني تقريبا 90% من الشركات بتوفر الشرح بتاعها على الموقع الشخص بتاعها او على اليوتيوب لان اليوتيوب اصبح منصة فيها كل الشركات هنا بدخل في اليوتيوب و اقول له اعمل لي بلاي لست الافضل الفيديوهات وابدا اختار البلاي لست اللي احاس انها شرح بتاعها منصة وكل فيديو فيه اسم الحاجة اللي اتشرح بها كذا فلا الشرح بتوفر ليه الويب سايت او الموقع الالكتروني اللي ممكن يتواصلوا عليه من خلاله مع مين؟ مع كل شركة اللي هيا موقع خاص بيها لا يعني مع بي اي اي احنا عندنا موقع بيم اريبيا دوت كوم فده موقع حاطين فيه كل الشرح والحاجات دي كلها ويعني احنا هدفنا هدفنا ان الناس كلها تتعلم تصميم والناس كلها تفهم فكرة المباني المباني يا صديقة للبيئة يعني الفكرة ان انا مش هدفي ان اعمل موضل بيم انا كعمر مش هدف ان اعمل موضل بيم انا هدفي ان انا استفاد لو انا عملت موضل بيم تمام بنحاول في بيم اريبيا ان احنا نبسط المفاهيم احنا عايزين نوصل للناس اللي هي مش متخصصة تمام احنا يعني في في يعني ممكن بتدين بس خمس داية بعد اثنك حاول بس اشرح حاجة بسيطة كده الفكرة كلها ان احنا عايزين الناس كلها تبقى عندها وعي بمدى اهمية ان انا لما اسكم في مكان اختار المكان الصح بش لازم اكون مصمم بس لازم اختار المكان الصح اللي هاسكم فيه يعني انا لما اراح اشتر شقة واغر شقة لازم لما اروح اروح امرة بالليل ومرة الصبح وابدأ اشوف النور واشوف الحاجات دي واشوف زي ما حدك قلت كده سمك الحطة الخارجية هلا الهات دي هتبقى كافية ولا هتسبب لي في امراض فلازم ان يبقى الناس عندها وعي احنا على الفكرة المهندسين كلهم بيشتغلوا عند واحد في المية من الناس اللي هي الناس الاغنية اللي هتبني مباني فيلل وهتبني حاجات غالية حاجات زي كده وده ده كلام يعني احصائيات وحاجات زي كده وبعد كده نعايب على بتاع العشوائيات طب احنا ممكن نسهل لهم زي ما كان استاذنا حسن فتح بيحاول يقعد مع كل الناس زي قرية الجرنة او القرنة ويقعد يشرح لهم ويقعد يفصل لهم الحاجات ويبدأ يفهمهم المفاهيم ده احنا عايزينه يستمر وحسن فتح بيحاول نقول للناس ده اللي قالوا وانتوا افضل مننا كملوا وحسنوا وهاتوا احسن من اللي قالوا وعملوا حاجات باسمكوا وطوروا تمام يعني كل يعني الموضوع موقفش عنده هو عمل حاجات وفيه غلطات وفيه كذا ونحاول نحن نشرح للناس الفكرة او ننشر فكرة ونحاول ان عايزين كل المباني اللي موجودة في العشوائيات تكون مباني سمارت وتكون مباني زكية وتكون مباني روعة يعني فيه مدن في الهند أنا كنت قريبا يعني هتكلم عن مدن الزكية فلاقيت مدن في الهند يعني بلاش اقول اسماء اماكن في مصر بس يعني هي كانت اسوأ من اسوأ اماكن موجودة في مصر دلوقتي اصبحت بيسموها سيليكون الهند يعني ودي السيليكون اللي موجود في امريكا اصبح موجود في الهند في الاماكن دي واصبح متطور جدا احنا ممكن نبدأ نفكر اللي احنا ممكن نعمله نحسن حياة الناس انا رحسنت حياة الناس واحد في المية انا انا راضي يعني الشوارع نفسها لو الشارع بياخد منك المشوار ساعتين انا قدرت مسلا اوجد حلول جزئية لان المباني قائمة مش مباني لسه نصممها مباني قائمة ادرت اوفرلك ربعة ساعة اتروح بيتك بدري ده دا حاق ويسا ابدأ اوجد حلول وبواحد ثاني يوجد حلول افضل واحد ثاني يوجد حلول افضل ونبدأ نقلل اسخدام السيارات ونشوف حلول اللي زي نمشي في الشوارع بيكن فيها اشجار وهكذا كل واحد يساعد بشيئة صغر جدا ووفار لديها اوفار لديها اوفار لديها اوفار لديها في الآخر هتلاقل الان لديها تروح في ناس كتير افضل مني بكتير واحسن مني بكتير وبدعال منهم كتير كلنا هدفنا ان احنا نفيد الناس والناس تستفاد ونقول للناس ازاي تختاره بيت صح ونقول للناس اللي نصمم حاوله توجده مباني الناس اللي تبقى موجودة تدعي لك وتبقى مبسوطة وبش مجرد ما بنى شكل حلو لا ما بنى يكون مريح وحاجة زي كده يعني من ضمن الحاجات مثلا وعزر عن الاطالة ان مثلا احنا نصمم ابراغ فخدت بالي ان الابراغ احنا بنعمل دور في النص كده اسمه تيكنيكال تيكنيكال روم لان المكن مقدرش يوصل حاجة من تحت خالص لأعلى دور طب احنا عايزين نحط دور في النص كده للبشر البشر السريحة فيهم يتقابلوا يتعرفوا على بعض احنا مثلا كان فيه تمام فيه المصطبة المصطبة دي اللي الناس كانت تقعد عليها عشان تتعرف على بعض والاهل كلهم يتقعدوا مع بعض وشوفوا المشاكل بتاعت الشارع كله لازم يخبش ف какие حلول ص seis كده في العمارات ان احنا في العمارات وحتى ان لن اعرف מאוד للثانا معرفش غير ثلاثة اللي العمره اللي انا فيها معرفش غير ثلاثة انا عرفهم من قبل ان يتدلع العمارة يعني اعرفهم من قبل جميع العمارة فمفيش مكان ان احنا نتقابل فيه تطلع في السطح لو في مكان في السطح كانت الناس كلها تقعد مع بعض وتعرف وانا ابدأ اعرف زميلي واعرف الناس الجران اللي موجودين معاها السطح كله اللي هو الاريال اللي هو بياخد الامر الصناعي والحاجات دي كلها فيش مكان ان انا اقاف مع واحد صاحب يتكلم فيه فلازم المصمم المماري يوبيت ايه بس الكلام اللي حاجب توصفه ده يعتبر حلول ذكية او مولازم احنا عايزين نفهم الناس الأبسط الناس موجودة لانا انا فيش حاسمها لا consortما كان يقولك لا كي طبقة زكية هي بس اللي تعيش كل الناس اسكيري بس بيتعرف كيف تستخدم الاداية يعني مثلا لو احنا مثلا عملنا س активية الاضوء بالحمام بحيث ان انا لادوز على ازرار يبدأ ينزل مية قليلة او المية كثير عليك يوفر كمية المياه دL من ضمن الحاجات الحلول اللي بنوفر بها المياه في قلب المبنى. طب لو واحد دكتور في الجامعة بس بيشو اخد باله من الزرار ده وكل مرة بيدوس على الزرار بنزل ماهة كتير فما دا اعمل له مشكلة. حطيت انا حلول في الشارع ان انا بافصل الزبالة الازاز او الكمامة الازاز الجربج عن البلاستيك عن الاكل الحاجات دي الحاجات دي بحيث ان الاكل يتبعت مثلا الحيوانات والازاز يتعمل تاني وبينما المواطن بياخد الزبالة كلها في كيس واحد ويحطوهم في اي واحدة فيهم. حتى لو كان يعني واخد رسالة دكتوراه او ماجسترا او كده. لا احنا عايزين بس كل الناس ابسط واحدة اللي ما عرفش يرى ويكتب هيقدر يستخدم الاداة دي ويقدر يفيدنا ويقدر كذا. فهي الفكرة كلها نشر الافكار. نشر الافكار الحلوة الكويسة اللي تخلي الناس كلها عايشة في مدن زكية. كل القرى كل المدن كل الحاجات الموجودة ممكن واحد ياخد الافكار دي ويكون عايش في يعني في اي مدينة في مصر صغيرة ويقول لك طب انا هقنع الناس اللي حواليه في المدينة. ان احنا نزرع في السطح. ان احنا نستخدم السطح ده ان هو يبقى فيه توليد للتاكو الشمسية. ان احنا لما نختار بيت نختاره كويس. خد الافكار وبدأ يطبقه وممكن يكون هو دكتور او صيدالي او او عامل بسيط او ما عرفش يرى ويكتب. بس خد الافكار دي ونفسها وزرع في السطح. في ناس كتيرة جدا. ما عرفش يرى ويكتب ويقدروا يعملوا مشاريع. حسنوا من حالهم وحال المنطقة وحال المدينة. دي بس الخل ووصل اللي احنا مناهدف لها. تمام شو صامر ختاما نشكر حضرتك جدا. نتمنى ان كل الزمنة والزميلات يكونوا تابعونا واستفادوا منها. ونتمنى ان حضرتك تكون معنا في القاتل تاني قريب. نشرف لي يا استاذنا. الله يكرمك استاذنا. شكرا لكم. شكرا لكم الخبر. شكرا لكم حضرتك.